السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي في شرح يونيت 4 الواحدة الرابعة لسن 2 درس الثاني عنوين درس النهاردة حضرات ورزيت يعني أين تكون أو أين هاي تعالوا نشوف الكلمات مع بعض مدرسة ميوزيام 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 متحف مستشفى مكتب وكمان عندي مجمع تجاري مكتب بريد سوبر ماركت عندي كلمة أخرى عندي village village قرية ملابس كاويتش أريكا بارك حضيقة زنايل نهر النيل سك مريض يعمل يتعلم بعض تعبيرات وحروف القرى الهمة ناكس توزن نايل ناكس توزن نايل بجوار نهر النيل سند لترز سند لترز يرسل خطابات باي فود باي فود يشتري الطعام لف ان يعيش في تعالوا كده نشوف هنا مديني الدفنيشن تعريفات السوبر ماركت مكان بنشتري منه الطعام مكتب البريد مكان بنبعد فيه ونبعد منه الجوابات سكول مدرسة مكان بتعمل فيه مكان بتعمل فيه مكان بتعمل فيه place where we go when we are sick. مكان بروح ولما بنكون sick. مرضى او مرضى. تعال هنا تشوف. my name is Zain. اسمي Zain. I live in a village next to the night. عايش في قرية جنب النيل. I live in a house with my family. عايش في بيت مع عائلتي. our house is not the biggest. منزلنا مشو اكبر in the village في المدينة. اكس بتوين المنزل ده بين a yellow house and brown house. بين بيت اصفر وبيت بني. there are tall trees behind the house. في اشجار طويلة خلف المنزل. هنا عندي بقى prepositions of place. حروف جرر خاصة بالمكان. عندي on على. on. on. على. in. في. in. under. تحت. under. تحت. above. above. فوق. next to. بجوار. next to. between. بين. behind. خلف. in front of. امامها. انا على كده نشوف امثلة. the kitchen is next to the living room. المطبخ بجوار حجرة المعيش. the couch is in the living room. الكنبة في حجرة المعيش. my house is between the tall house and the tree. دايما بتوين بنجيب معها end. يبقى منزلي. بين المنزل الطويل والشجر. هنا. the tent is الخيمة. is next to. يبقى بجوار. هنا next to. بجوار. a. the core. there is a plant. في نبات. behind. خلف. R متشير. يبقى behind. يعني خلف. the bank house is between. بين. علشان في and. دايما كده لما بيكون في and بنستخدم between. there are two chairs and table and the balcony. في البلكونة. يبقى هنكتب on the balcony. في البلكونة. okay. the trees are the house. in front of. يعني امامها. الاسجار امامها. يبقى هنكتب in front of. there is a cat under the table. في كتة تحت الترابيز. تعال هنا. activities on lesson to انشطة على الدرس التاني. هنحلها مع بعض. read and complete the text with word from the box. عندي between. بين. behind. behind الخلفة. with next two بجوار. with biggest اكبر. my name is Zane. اسمي Zane. I live in a village. عيش في كوريا. طبعا. next two. بجوار. علشان في two هنا خدنا next. زنايل. I live in a house with my family. it's not the biggest. البيت ده بين منزل اصفر. with red house. منزل احب. there are tall trees the house. في اشجار كبيرة behind خلفة المنزل. سؤال read and match. اقرأ ووصل. hospital. المستشفى is a place where we go when we are ill. مكان بالروحة لما نكون تعبانين. يبهينا letter c. my house is next. منزلي is next to Zanayel. بجوار. next لازم يكون معها two. يبهينا letter d. we learn at. بنتعلم في schools. المدارس. يبهينا letter b. a post office is a place where we send the letter. يعني مكتب بريط هو مكان حيث نرسل خطابات. يبهينا letter a. so is the correct words. i live in a village. اعيش في كاريوة نكس. طبعا نكس تعيزة ايه? عايزة to. there is a plant فينا بات. behind. ليه behind? عشان نكس تعيزة to. ما عندش to. in front of. ما فيش لان وال of. i sit between. ليه? عشان في اند. وحنا قلنا اند المساعدة ما مع بتوين. وبنساعدة ما مع اند. يبقى انا اجلس بين علي وعمر. a or an is a place where i learn. المكان بتعلم فيه. يبقى اللي هو ايه? school. number five. a is a place where we send letters. ما كان بنبعت فيه letters خطابات. ده طبعا اللي هو ال post office. مكتب البريط. number six. the shopping mall is the mall التجاري to the supermarket. فيه two. يبقى ايه? next. برافا عليك. number seven. my house is the tall house and the tree. يبقى هنا في and. يبقى زين بتوين. there is a cat in of the tree. يبقى in front of. يعني امام الشجر. هنا بقى عندي كطعة. هلا مع بع. my name is zayn. انا اسمي zayn. i live in a village. i live in a house. عيش في منزل. with my family. مع عائلتي. our house is not the biggest. ما نزلنا مش الكبير. في القرية. it's between. ده بين yellow house. يبينزل اصفر and brown house. وما نزل بني. there are tall trees. فيها تجار طويلة. behind. خلفة the house. يبقى هنا behind. حصل تحتها خط يعني هي السيل عليها سوائل. اهو. the underlined word behind. كلمة behind is the opposite. هي عكس. يبقى خلف عكسها ايه? ايوة. excellent in front of a man. zayn house is a yellow house and brown house. طبعا هنا between. عشان في and. who does zayn live with? يعني zayn بيعيش مع من يعيزين. تعاني شوف كده. هنقول اهو. i live with my family. يبقى قول ايه? he lives with his family. يعيش في مع عائلته. number four. where is zayn's house? منزل زين فين. طبعا قلنا بين بين المنزل اصفر والمنزل بني. هنشوفها مع بعض كده اهو. it's between a yellow house and a brown house. بين بيت اصفر وبيت بني. ننزل الى سؤال الترتيب. the couch is in the living room. هنرتب مع بعض. the couch الكنبة. is in the living room. يعني الكنبة في حجرة المعيشة. we buy food at super market. نحن نشتري. food الطعام. at. في او من. the super market. super market. من السوبر ماركت. number three. i live in a village naked with an eye. i. انا. live. عيش. in. في. a village. قرية. يبقى انا عيش في قرية. next to. بجوار. next to. زنائي النهر النيل. number four. where is the post office? اين? مكتب البيض. هون تقصش الماركت. تعالى في سؤال. البنكتويزة في لون. هنبدأ بكابيتل تي. the hospital is next to the school. وهنا هنحط في. يبقى كده عملنا البنكتويشن. هننتقل الان الى الدرس التالت. وده عبارة عن جزئين. هناخد بارت وان وبرت ومع بعض ان شاء الله. وبكده بس نكون خلصنا الفيديو. الدرس الثانية عشان ما نطولش عليك في معايا لسن سوي. هنخلي له فيديو لوحدي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.